وصلنا مع حضراتكم الفقرة التبية تقريبا كده كلنا في الفترة الأخيرة دي خاصة بعد انت شعر الفيروسات والأمراض بقينا منتبهين أكتر لأي مشكلة صحية ممكن نواجهها وطبعا بنسعى لحلها كمان بقينا عندنا وعي أكتر لأننا نعرف عن أهم الفيتامينز والمعادن اللي ممكن نحتاجها جسمنا عشان ندعم مناعتنا كويس عشان كده النهاردة هنتكلم عن واحد من أهم العناصر لصحة العظام والمفاصل وهو الكالسيوم مع ضيفي قلم شرفني ومنورني نهاردة دكتور علاء الدين أحمد المستشار العلمي لشركة بيكس فارما أهلا بيك يا دكتور أهلا شف عظيمة زيك أخوالك عمي الحمد لله كلتاهم والله منورنا دكتور وحضرتك في الأول وفي الآخر وطبعا موضوع فعلا مهم ويمكن احنا ككل في الفترة الأخيرة ما بقاش عندنا الثقافة دي إلا بعد ما تعرضنا لكوفيد كلنا كنا خايفين وكلنا بدأنا ناخد بالنا يعني إيه أهمية فيتامين سي ويعني إيه أهمية الزينك ويعني إيه أهمية جهاز ندعم جهاز المناعة ويعني إيه أن احنا نتم بنفسنا قوي خلينا نتكلم عن الكالسيوم لأن الكالسيوم بنقصين كده عامل مهمة قوي قوي لنا إحنا كيمكن كسيدات أكتر وليلأطفال يعني منذ بدء النشأ بتاعت الطفل وتدعم جسمه أنه هو صغير وطفل لحد ما احنا بنتأسس عليه هو حاجة مهمة عايزين نتكلم شوية دكتورة عنه نعرف منين عندنا نقص كالسيوم وندعمه إزاي وندعمه بإيه وإيه هي النسب المناسبة لنا عشان ما نبقاش إحنا في خطر فدي مهمة بالنسبة لنا نقول بس إن عز أهلينا في سوريا وفي تركيا على حد زلزال أيوة بس حقيقة إحنا بقالنا فترة بنتكلم على كورس العظم وأنا جاي داخل الحلقة عدت على تخيل كورس العظم ده أنا تشبهته بأنه هو عمارة فيها الأساس بتاعها اللي هو فيتاميندال أيوة وفيها العمدان وفيها السقف اللي هو الكالسيوم والحيطان اللي هو اللي هي المفاصل اللي هو الجوينت بيكس وبنرمم الشقة دي كلها وبنرمم الممارة دي بالقلب مالتي فيت أنا انتخلت في الكورس على طول بس هو الكورس أو حالي بذلك تهام؟ دي حاجة الحاجة التانية حاجة بتتكلمي على الفيروسات أيوة وأنا دايما بقول أن أهم حاجة في الشقة بتاعتنا هو المطبخ النهاردة لو أكل صحي هو هيبقى الأساس لنا في المقامة لأي أمراض وبالصدفة من غير ما نتفق حاجة بتتكلمي على موضوع الكالسيوم وحاجة تكتشف من أهم مصادر الكالسيوم بضافة الألبان ومنتجات الألبان هي الأسماك وخاصات الأسماك العظمية وحاجة كنت عاملة في الحلقة بتاعت حاجة من شوية السمك بالضبط كده فهي بتيجي يعني هي كلها مرتبطة بعض والأساس فيها هو المطبخ أيوة احنا قلنا أنه لازم يكون فيها أقل من الوجبات حاجة ولو كل شهر من الأسماك طبعا لا هو مش كل شهر رفوت كل أسبوع يبقى فيه عندنا وجبة بس هو الأسماك برضو وفي الأسماك الزيتاء اللي هو الأسماك اللي بيسموها العظمية اللي هو السرديني كل حاجات اللي هي فيها العظم بتاعتها دي مصدر من مصادر الأساسية للكالسيوم دي حقيقة فعلا مشكلة الكالسيوم اللي هو بيسموه المرض الصامت ليه المرض الصامت ممكن يبقى احنا عندنا نقص في الكالسيوم على مدارة عمروحنا مش حاسين ونبتدي إسفاجاتا نقص فيها شاشة عظام خاصة عند السيدات بتبتدي الموضوع ده يظهر بعد قطاع الدور الشعرية من سنة 48 إلى 50 سنة وفي الرجال بعد 55 سنة تمام يبقى المفروض أن أنا أسس من الأول صح أخذ الكمية الكافية من الكالسيوم سوى كارجال أو سيدات هي فيها خطوة استباقية هو الجنين في بطن أمه لأنه هو بيبتدي يتكون عظمه في بطن أمه والمصدر الأساسي لتكوين العظم في الجنين من بطن أمه هو الأم طبعا فلو الكالسيوم بتاعها مش كويس هي هتبتدي تلاقي بتشتكي من هشاشة العظام من فترة بدر شوية مش 45 سنة تلاقي عن 30 سنة مششيك من هشاشة العظام يبقى هو الأساس في الموضوع هو الأم والجنين وبعد كده أن احنا نحتمى بأكلنا لمصادر الكالسيوم حيك تكتشفي أن مثلا 90% من صادر الكالسيوم هي الألبان الألبان منتجات الألبان بس حيك تكتشفي أن كوبات الزبادي مثلا فيها 450 ميلي جرام من الكالسيوم حيك أثارت في ضمن الأسئلة بتحضيرك هو الكميات تبقى نفوض كام في اليوم السيدات عند سن 50 سنة نفوض تاخد من 1000 إلى 1200 ميلي جرام كالسيوم في اليوم كوبات الزبادي فيها الوحديها 54 ميلي جرام كوبات لبن فيها 250 ميلي جرام يعني احنا المفروض يوميا بناخد كوباتين زبادي على كوبات لبن بالنسبة للسيدات عشان أوصل اللي هو التركيز اللي هو 1200 ميلي جرام من الكالسيوم النهاردة بنتكلم عن الكالسيوم اللي هو التفنى اللي هو عبارة عن العمدان والسقف هو برضو مش الكالسيوم بس الكالسيوم فيه أنواع كتير من أشهر أنواع اللي موجودة في السوق هو الكالسيوم كربونات والكالسيوم ساتريت ولازم نفرق بلتين ببساطة شيء جدا الكالسيوم كربونات هو المنتشر لأنه أرخص شوية ولكن مشكلة الكالسيوم كربونات أنه هو بيأثر في المعدة تلاقي أن معظم الناس اللي بتاخد الكالسيوم في صورة الكالسيوم كربونات دي عندها غسيان عندها أرصى في المعدة عندها قيء مل القيء عشان كده بدأ يحصل تطور وبدأ يخشه بالكالسيوم ساتريت الكالسيوم ساتريت ما فيهوش هذه المشاكل وعشان كده أول مكمل غذائي عندنا في الكورسي بتاعنا هو السيد زيت بيكس اللي هو موجود في صورة الكالسيوم ساتريت وعلى فكرة في الأمريكا والأوروبية الكالسيوم هو بروتوكول بيتاخد بعد سن 30 سنة بتاخد قرس واحد من الكالسيوم وبيضيولك في صورة الكالسيوم ساتريت اللي هو متوفر عندنا في السيد زيت بيكس يبقى النهاردة الكالسيوم سواء كان كالسيوم كربونيت أو كالسيوم ساتريت مهمين ولكن الكالسيوم ساتريت حليلي مشكلة اللي بتحصل مع الكالسيوم كربونيت اللي هي مشكلة المعدة عشان كده كمان كان لازم هو أنت بتاخد الكالسيوم في صورة الكالسيوم كربونيت لازم تاخده مع الأكل في الكالسيوم ساتريت بتاعنا أوليس زيت بيكس لا بتاخده في أي وقت في اليوم ما فيش أي مشكلة خلص ولكن احنا بنقول اللي احنا بناديه بعد الأكل اللي هو بعد الغد عشان تبقى مطمئنية تماما إنما حتى لخضيته على مدى فضل لا يوجد أي مشكلة فيه يبقى إحنا دلوقتي عملنا العمدان وعملنا السقف اللي هو الكالسيوم نخش في الأساس بتاعنا اللي هو فيتاميندال اللي هو مجدوم عندنا في صورة الفيدافيكس وعايز أقول سبحان الله إن الكالسيوم وفيتاميندال هم الاثنين واجهة العملة واحدة حتى تلاقي الأعراب بتعطيتهم متشابه لأن حيث قصرتي من ضمن الأساسية بتاعتك طب أنا إيه بتاعرف أن أنا عندي هشاشة الأعراض إيه يا دكتور هو طبعا المفروض أنه هو بيقول حريك أنت المفروض كل ستة شهر تعمل تحليل بتاعتك من ضمن تحليل بتاعتك أن أنت بتقيس على الشاشة العظام لأن التفعل أن الكالسيوم بيسموه المرض الصامت أنت ممكن ما يبقاش عندك أعراض في الأول خالص بس يبقى عندك نقص في الكالسيوم على فكرة العراض بتظهر في مراحل متأخرة اللي هي من ضمن أعراض هشاشة العظام وبينجيلك كسر في العظام ممكن حريك تلاقي الكآبة عندك الأرق عندك مشكلة في الأظافر عندك مشكلة في تساقط الشهر كل دي من أعراض الكالسيوم وعلى فكرة هي نفس أعراض الفيتاميندال لأن فيتاميندال هو مرتبط الارتباط وسيط بالإيه بالكالسيوم هنرجع تاني نتكلم عن الفيتابيكس اللي هو الأساس بتاعنا الفيتابيكس موجود فيه تركيز الفيتاميندال فيه بتركيز ألفين واحدة دولية الفيتاميندال هو الدور الأساسي بتاعه أنه هو بيعمل بيزود منصص الكالسيوم في العظم يعني أنا لو عندي نصف فيتاميندال وبأخذ الكالسيوم بجرعات المطلوبة أو الموصبية هيبقى لا يمتص يبقى لازم أديك فيتاميندال أو لازم أتأكد أن الفيتاميندال نسب اللي موجودة في جسمك هي النسب المطلوبة ليه؟ علشان فيتاميندال بيزود من امتصاص الكالسيوم من امتصاص ورسيب الكالسيوم في العظم عشان كده عندنا الفيتابيكس اللي هو موجود على الشاشة دلوقتي بالتركيز بتاعه ألفين واحدة دولية ودي الجرعة اللي الجسم بيحتاجها في اليوم بديه بعد الفطار ده المكمل الغذائي التاني بتاعنا نخش بقى على الحيطان الحيطان اللي هي اللي احنا بسميها المفاصل مشكلة المفاصل وربطها والغضريف تمام؟ وهي الحقيقة لما جينا نعرف المفاصل هي التقاء أي عدمتين ببعض عن طريق الربطة ونم غضريف عشان كده انا شبهتها بالحيطة على فكرة حاطة اللي بتربط الامدام بعضية الجوينت بيكس هو فيه خمس حاجات وبيعمل خمس حاجات هتلاقي فيه كلوكوزامين والكندروتون والهيرونيك أسد دول أول ثلاث حاجات فيه الثلاث حاجات دول بيعملوا ايه بقى حضرتك؟ لو بصنا على كلوكوزامين والكندروتون هم المسؤولين عن تجديد الربطة والغضريف لأن الربطة والغضريف مع مرور السن أو مع الزمن موجود عندنا في الشاشة مع مرور الزمن والسن اللي ما بيكبر والعادات الغذائية الخطيئة والعب الهداء والحركات الخطيئة لعدة على الكمبيوتر أو مسك الموبايل لفترات طويلة إيه اللي بيحصل؟ الربطة والغضريف عندنا بيحصل فيها مشكلة تبتيت تتهالك وتتآكل والمفروض أن الجسم بيطلع المادتين دولوماكوزامين والكندروتون علشان يعوض أو يجدد الربطة والغضريف فبيجي الجسم بعد مرحلة من المراحل ما بيقدرش يدي يجديني الجرعة أو ينتج الكميات الكافية عشان تجد الربطة والغضريف زي موجود عندنا كده احنا ده مفصل من ضمن المفاصل التفاقنا المفصل العضمتين بربطات بعض عن طريق عربطة وغنم غضريف تبتدي الغضريف إيه اللي يحصل فيها؟ تبتدي الغضريف تتآكل السهل الأول حاجة اللي بينهم يقل تبتدي الغضريف تتآكل تبكس هنا إنه هو بيخليك ما تتحطش في هذه المشكلة ومننا أنا بتكمل على مكامل غزائي فأنا بتكلم هنا كحاجة وقائية يعني أقول لك اخذي روتيني عادي جدا عشان ما تخش مني في هذه المشكلة يبقى الجويل تبكس عبارة عن كلوكوزامين والكندروتون والهيرونيك أسل الهيرونيك أسل ده هو المسئول أو هو السائل اللي موجود ما من الغضريف وده لما بيقل بيحصل صوت التقطاقة اللي فيها سدراتي بدأت تروح للحقن في عشان تعاوض السائل أنا بأخذيك خالص عن موضوع الحقن وبيديك قرص واحد تاخده في اليوم يعوضك عن موضوع الحقن وميخلاكش تخش في هذه المشكلة يبقى الجويل تبكس عبارة عن خمس حاجات أول تلت حاجات اللي هو كلوكوزامين والكندروتون دون مسؤولين عن تجديد الأربطة والغضريف الهيرونيك أسل ده اللي هو بيساهل من الحركة لأنه هو ده السائل اللي موجود ما منه الغضريف نيجي لآخر حاجتين في الجوينت بيكس عبارة على مستحضر الجنجر اللي هو مستحضر الزنجابيل وده بيحسن كافية الدورة الدموية في منطقة المفصل تمام؟ الحاجة التانية هو مساكل الألام لأن الناس اللي بيبقى عندها مشكلة في المفصل بيبقى ساعات بيبقى عندها ألم قوي شوية آخر حاجة عندنا في الجوينت بيكس اللي هو مستخلص البرومالين اللي هو مستخلص الألناس الآن بيبقى عندها تورم عشان كده بنتكلم عن الجوينت بيكس زي موجودة على الشاشة بيسمونه القوة الخماسية اللي راحت وسلامت المفاصل تفاقى أنه هو بيسهل حركة المفصل اللي هو عن طريق الهيرونيك أسد اللي موجود في الجوينت بيكس بناها لربطها والغضريف عن طريق الهيرونيك اللي ما عن طريق لكوزاميل وكندروتون كمان بناء عظام قوية تخفيف ورم المفصل عن طريق مستخلص البرومالين ومستخلص للناس آخر حاجة بيخفف الألام اللي هو عن طريق مستخلص الزنجبيل طيب بذلك نتكلم على مكمل جزائي فالمكمل الجزائي في الأساس بتاعنا هو وقائي أنا بكملك الأكل بتاعك لو هنتكلم على جرعة وقائية في الجوينت بيكس يبقى أنا بديك الجرعة قرص واحد بعد العشر طيب لو أنا أبتدت أشتكي أو عندي الأعراض بتاعت المفاصل طقطاء في الرقبة ورم ألم صعوبة في الحركة شدة ألم مش عارف ينام بالليل يبقى كل ده خلي بالك أنت هنا بتيت تعاني من مشكلة المفصل فبديك أرس هين من الجوينت بيكس بعد العشر cool ہنا كده تتكلمنا على العمدان والسقف اللي هو الكالسام تتكلمنا على الأساس بتاعنا اللي هو الفيتا بيكس تتكلمنا على الحطان اللي بتربط اللمدان ببعضيها اللي هو الجوينت بيكس نتكلم على آخر Как HT الترميمة بتاعت الشقة بتاعتنا اللي هو القلب مالتفيد تمام وليه البناء ملتفيت على فكرة فيه كالسيم حريكة هتلاحظ برضو من ضمن الحاجات اللي الكالسيم بيعملها بيحسن من حسية الأنسلين في الجسم الناس اللي بتعمل ضايت بيبقى عندها نصف الكالسيم لما يحصل نصف الكالسيم تلاقي عندها عملية الحرق بتقل وتخش منه في قومة أنسلين يعني أنا عملت ضايت قللت كمية الأكل فالكالسيم قال فبتنضي الحرق يقل فعشان كده بنقول لناس اللي بتعمل ضايت لازم تاخد القلب بمالتفيت لأنه في من ضمن الحاجات الموجودة في الكالسام في من ضمن الحاجات في فيتامين سي وفيتامين سي على فكرة هو المسؤول عن الكولوجين والكولوجين ده على فكرة مادة من ضمن المواد الأساسية اللي بساعد في ترسيب الكالسام في العظم تمام؟ مهمة قوي يا دكتور وبتروح من عندنا في وقت وإحنا نفسنا صغير طبعا الليل بالمالتفيد برضو فيه إذا ما حك قلت الزينك عشان يقوى المناعة بتاعتي ويحافظ على قوة ونظارة وكفاءة الشعر بتاعي فيه مجموعة فيتامين بي ويجع أرسائها فيتامين بي 12 عشان الأعصاب عشان كده الناس اللي بيبع عندها السكر الليل بالمالتفيد بيكتب لها كبروتوكول فيه الفوليك أسد بأن احنا بنتكلم على السيدات وبيبع عندها نقص في الكالسام فبالتبعية بيبع عندها نقص في الحديد فالفوليك أسد موجود فيه فيه موجود النحاس بيحاس من كافات الغودة الدرقية وخاصة أن الغودة الدرقية بقت منتشر الأيام دي لأنه فيها جانب ورصب لضافة للأكل وعلى فكرة برضو من ضمن الحاجات اللي بينصح في الغودة الدرقية هي الأسماك لحيك كنت عملتها في الفقرة بتاع الحضرية فنتكلم النهاردة على كورسي بالفتاميناتي بيتكلم على القلب المالتفيد بيتكلم على كورس من منتجات العظام عند الجوينت بيكس عند وده زيما كده الموجود عندنا على الشاشة القلب المالتفيد بيتاخد قرس بعد الفطار الفيتابيكس اللي هو مصدر له فيتامين ده بيتاخد أرس بعد الفطار مع القلب الملطفيت عندنا لسيت زيت بيكس اللي هو مصدر للكالسا في صورة الكالسا بيتاخد أرس بعد الغداء عندنا الجونت بيكس اللي هو خاص بالمفاصل والأربطة والغضريب باخد أرس بعد العاشة لو أنا بديه كجرعة وقائية باخد أرسين لو أنا قريدي عندي شكوى من أعراض ألام المفاصل يعني حق كده قدتلنا الجرعة سواء للوقاية أو للعلاج كده احنا عملنا شقة كويسة وقوية لا يوجد أي زلزال تأثر فيها على فكرة نبدأ من عمر كم نأخذ يا دكتور عادي الكوش بص خريج مجرد ما أنت تقدر تبلع خد لأن الكالسا متفقى أنه هو مرض صامت يعني ده بيتهارس أو بيتراكم فأنا محتاجة دي الكالسا من أول ما تقدر تبلع لأنه ما بيقودش جرعة كافية من الكالسا عندنا دوتة الناس كلها بتطلع الشارع وبتلعب وتجري لأهم الأطفال فياخد الجونت بيكس وهو قريدي عندنا مشكلة فيتامين دال وآخر حاجة للمنتفيد ده مصدر القوة والطاقة والمناعة كويس جدا حاجة قولي نحصل على الكورس إزاي وإيه في معاه بقى هداية ولا لا يا دكتور بص إيه والهداية أن الكورس أصلا معمول بازيل كافية يعني الأسعار وإقتصادية كويسة ده وده منطمن الهداية اللي فيها مهم أقوي نعرف أصدقاء ماذا بكلمة على كورس وبيكفي قد إيه فترة بصحك ده بيكفي شهر وهو موفر جدا وسعره مناسب لجميع الأسر المصرية بيطلب عن طريق الأرقام التليفونات اللي موجودة على الشاشة وعلى فكرة التليفونات دي اللي بيردوا عليك فريق طبي متخصص علشان بيعمل لك فايل كامل بيسألك بعض الأسئلة وبيطلب منك ساعات في بعض الأحيان بعض التحاليل ومنع ليه بيحدد لك الجرعة وبيبقى فيه متابعة بصفة منتظمة آه يعني هو مش مجرد أن حد بيطلس ياخد كورس والسلام لا 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 ولازم يعرف ياخدوا ليه فيه متابعة وابتدي وابتدي هل الكورسي جاب معاك نتيجة اه لا كانت بالزبط كده أنا بنقل لك واحدة خاصة بعادة العظام باللي بيتك كويس جدا طبعا الفكرة فيها دكتور أنه أقراص وأن احنا نقل نفسنا من حاجات العظم اللي بنتعرض لها اللي بره فيه ناس بجدد بتتعب جدا وليس بمادة كيميائية اللي هو احنا نلحق نفسنا في الأول كوقاية قبل ما نحتاج للعلاج على فكرة زي ما اتفاقنا قبل كده وقلنا قبل كده أن الكورسي ده موجود في بعض المستشفات الكبرى في القاهرة وفي الجيزة وفي اسكندرية وده ده لالة على الثقة في الكورسي بتاعنا طب دي حاجة جميلة دكتور ودلنا بقى نصيحة كده يعني نخلي بالنا منها إحنا كسيدات في التصرفات في الحاجات اللي بنعملها إيه الخطأ اللي ممكن نتلاشا ونخلي بالنا قوي موضوع العضل مستلازم أو إحنا بس إحنا لازم عندنا كلنا الثقافة الغذائية يعني عرضة إحنا على فكرة الحالة بتاعتنا كلها أدينا فيها كم معلومة إن الكالسيوم هو المصدر أساسي بتاعه لألبان ومنتجات الألبان ولكن الأسماك هي مصدر برضو أساسي للكالسيوم زي ما تفعنا قبل كده زيت السمسم معلات سمسم فيها كأنك بتشرب كباتين ونص لبن كبات الزبادة على فكرة الكالسيوم اللي فيها ضعف اللي موجود في كبات اللابان يبقى لازم نبقى ست البيت لما عندها الثقافة الغذائية هو في المطبخ هي وفاقة بتعمل إيه ولو الناس بتفرج على الشفة عظيمة ده بتقول الحاجة وبتقول اللي فادة منها إيه يعني ده في كذا ده في كذا على فكرة برضو الكروم من ضمن الحاجات المصدر الأساسية للكالسيوم بس طبعا هو الأساس في مصدر الكالسيوم هي منتجات الألبان والله يا دكتور احنا يعني مشافين نقول حاجة إيه بجده والكورس جميلة حاجة برس قولنا آخر مرة اللي عايزين نحصل عليه من الأرقام وأنه فيه طريق فريق طبي بس حاجة هو زي ما اتفقنا أنه هو ده موجود أرقام على الشاشة أيوة حاجة بتتصب الأرقام دي فيه فريق طبي متخصص بيرد عليك أيوة عشان يحدد لك الجراءات المناسبة وبفيه لو فيه تحليل بيطلبها منك وبيتم متابعة بصيرة ومنتظمة أنا على فكرة الفيديو ده هو الأساس بتاع الموضوع كله ده بيوري لحضرتك المشكلة بتحصل إزاي أيوة وهي دي برضو من ضمن الثقافة على الفكرة اللي هارد الأساسي من الفقرة بتاعتنا هو الناس اللي بي عندها الثقافة لما يمعنك الثقافة هتعرفي إزاي تتعاملي مع جسمك ومع أكلك ومع أي حاجة بتخص جسمك شكرين جدا دكتور والله بجد نشكر حضرتك لوجودك مع اسم حولي طبعا أشكر ديفي اللي شرفني ونورني دكتور علاء الدين أحمد المستشار العلمي لشاركة بيكس فارما نورتنا وشرفتنا شكرا لك كفا وأشكر حضرتكم ومشاهدين الكرام من خلال شاشة قناة الأهلي تحية وحب وتقدير لحضرتكم سعيدة بوجودي معاكم وظهوري على شاشة الأهلي وأتمنى من الله ولا يكتر على الله أشوفكم من هنا لحلقة جديدة على ألف خير وصحة وسعادة وسلامة وسلام عليكم